للاستعمار في المنطقة مش بس فكرة الحرب على الإسلام مرتبط بها جانب آخر ديني وهو دعم الأقليات وبالأخص الأقليات الدينية فكرة أن الفرنسويين كانوا بيدعموا في منطقة الشام أقليات العلويين المورنة في جبل لبنان فكرة أن كل قصص الأقليات دي نبع من دور الاستعمار وفرق تسود مرة أخرى في الحقيقة ننظر أنه لا يوجد أي محاولة لنفهم الواقع الداخلي الذي يجعل الأقليات في الحقيقة تعيش بواقع جداً سيئة وبالتالي جاهزة لأن الآخرين يستغلوها كعذر للتدخل بشؤوننا الأقليات سواء كانت الدينية أو القومية بمنطقتنا تعاني من إضطهاد وهذا ما بدأت قبل بسنة أو سنتين هذا أحياناً مئة سنة ومئتين سنة بالحقيقة حتى ضمن التركيبة العثمانية كان في إضطهاد وقع على الأقليات لأنه صار في عندك تطوير جديد لمفاهم العلاقة بالمواطنة ما وصل لمنطقتنا ما تم الاتباع بمنطقتنا بالوقت المناسب هذا خلل كثير من الأقليات يشعروا بالإضطهاد وهذا خلل الخارج دائماً يشير لقضية الأقليات ويستغلها خلال صراعه مع الأمبراطورية العثمانية أو الصفاوية لا وأنا نفس أعرف يعني البديل إيه مثلاً؟ أن كان مفروض أوروبا تترك دبح لي الأقليات الموجودة في المنطقة؟ هو ده الطلب يعني هو ده اللي أنتم معترضين على الاستعمار فيه أنتم كان نفسكم تتباحوا أكتر في المنطقة؟ الواقع بيقول الأقليات موجودة عبر التاريخ والأقليات القمع اللي اتعرضت ليه هو اللي تسبب فيه حلم هذه الأقليات بالحرية حرية في شكل مساواة داخل دول أو حرية في شكل دول منفصلة كما حلم الموارنة في لبنان وكما ما زال يحلم الأكراد في العراق وسوريا ودول أخرى والواقع بيقول برضو أن هذا الكلام ده موجود ومش الاستعمار هو اللي خلقهم يعني اللي استعمار الاتهام الموجه للاستعمار أنه كان بيدعم الأقليات ربما كان صحيحا في بعض الحالات الحالة السورية أو اللبنانية كمثال لكنه غير صحيح في الواقع المصري حيث اللورد كرومر قاله منطل الوضوح أن نعتمد على الأغلبية المسلمة في مصر ولا نعتمد على الأقباط على الإطلاق بل حتى لما يكون صادق في الوضع في الإعراق حيث الإنجليز دعموا السنة في الحالة دي طبعا إحنا بنبصله إن هو حاجة كويسة لأنه طبيعي إن إحنا نزل للآخرين هاي هي المشكلة يعني إحنا ما عم ننظر لأنه عمليان حتى الأقليات نفسها أحيانا استغلت ضمن التركيبة الاستعمارية لأنه بالنهاية لما تدخلوا الفرنسيين أو البريطانيين بدول مختلفة كان الهدف أن يدوروا ما هي الطريقة الأنسب التي تسهل وجودنا وهي التي تدعم هذا الوجود فهنا عملوا مع الواقع المحلي الواقع المحلي وتغييب الحقوق وتغييب المفاهيم المواطنة الجديدة هو الذي ساهم بالحقيقة بأنه يكون الأقليات في بعض الأحيان عرضة للاستغلال من قبل القوى الاستعمارية ترجمة نانسي قنقر